أستاذ كوبي الآن الانتقال الطاقوي يسمح بخلق بدائل للثروة النفطية هذه الزائلة خاصة ومع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية الجزائر أصيبت بصدمة صدمة نفطية هل مع هذه الأزمة علينا وأصبح إلزاميا لننتقل إلى طاقات المتجددة حقيقة إلزامية التفكير بجدية من أجل الانتقال إلى الطاقات المتجددة مرتبط أكثر بمدى نقص أو تناقص مخزون الطاقات التقليدية الموجودة في الجزائر أن الطاقات الحالية أو ما يسمى الطاقات التقليدية مصدرها أساسا هو البترول والغاز طاقتنا الكهربائية منتجة بواسطة الغاز ونحن نستنفذ كميات كبيرة من حتى إنتاج الغاز طلت الغاز الجزائري موجه لإنتاج الكهرباء إذن إذا تكلمنا أن طلت الإنتاج موجه للكهرباء أو الاستهلاك الداخلي للكهرباء فإنه نقص تلت المنتوج ينقص من ميزان الصادرات والآن الجزائر في حاجة كبيرة أكثر من أي وقت مضى من أنجل أن تتمن الطاقات التقليدية من أجل أن توجه الطاقات إلى التصدير بما أن لديها موارد طاقة أخرى مهمة تعتبر الجزائر أول حق الطاقوي للطاقة الشمسية من ناحية الخام غير مستغل للأسف الشديد